نختم كلامنا بعدما ثبت لدينا أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وخير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك حكم الله عز وجل في كتابه كما قال إمامنا الرضا صلواته الله وسلامه عليه نختم كلامنا برواية عن حادثة لطيفة جرت مع إمام الحنابل أحمد بن حنبل هذه الرواية يرويها رجل من أعلام أهل الخلاف معروف اسمه أبو عمر الزاهد في كتابه كتاب اليواقيت اليواقيت في اللغة لأبي عمر الزاهد شيخنا الإربلي في كشف الغم في المجلد الأول الصفحة 161 ينقل من ذلك الكتاب لأن هذا الكتاب اليوم مفقود إلا اللهم يعثرون عليه في إحدى المخطوطات مثلا إلى الآن أنا ما شفت إلى مطبوع ولكن ذكروا الكتاب يعني أعلام أهل الخلاف نقلوا كذلك عن الكتاب مقاطع من الكتاب معروف الكتاب موجود ولأبي عمر الزاهد هذا كتب أخرى بعضها مطبوع ومحقق يقول أبو عمر الزاهد يقول أخبرني بعض الثقاتي عن رجاله قالوا دخل أحمد بن حنبل إلى الكوفة وكان فيها رجل يظهر الإمامة يظهر الإمامة يعني رجل إمامي شيعي يظهر العقيدة الإمامية فسأل الرجل عن أحمد ما له لا يقصدني هذا رجل عالم من الإمامية وكان يسأل ليش أحمد بن حنبل لا يقصدني يتتلمذ على يدي ليش ما يسمع مني الحديث ليش ما يجي مجلسي حتى أملي عليه الحديث فقالوا له إن أحمد ليس يعتقد ما تظهر فلا يأتيك إلا أن تسكت عن إظهار مقالتك له يقول أحمد بن حنبل مع إظهارك هذه العقيدة الإمامية لا يأتيك إلا أن تسكت تسكت عن إظهار هذه العقيدة يأتيك أحمد بن حنبل ويسمع منك قال فقال لابد من إظهاري له ديني ولغيره يقول أنا ما أقبل أنا ما أتنازل أنا رجل مبدئي ومن مبادئي الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم ما أتنازل ولكن أريد أحمد بن حنبل هم يأتي يسمع مني أريد بس ما أتنازل ما أكف عن إظهار مقالتي هذه وامتنع أحمد من المجيء إليه ما يجي فلما عزم على الخروج من الكوفة قالت له الشيعة الشيعة جاءوا إلى أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله كنيت أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله أتخرج من الكوفة ولم تكتب عن هذا الرجل تخرج من الكوفة وما تجي لهذا العالم لهذا الشيخ الراوي وتكتب عنه الحديث ليش هالشكل تسوي فقال ما أصنع به لو سكت عن إعلانه بذلك كتبت عنه إذا يسكت عن الإمامة إظهار الإمامة أنا أكتب عنه قالوا ما نحب أن يفوتك مثله قالوا هذا عالم عند أحاديث كثيرة حسان أحاديث صحيحة معتبرة عنده كنز من الآثار ليفوتك لا تخرج من الكوفة قبل أن تأخذ عنه فأعطاهم موعدا قال لهم إي خلص أنا موعدي معكم مثلا باتشر ساعة كذا أعطاهم موعدا على أن يتقدموا إلى الشيخ أن يكتم ما هو فيه قال أنا أروح مو مشكلة فقط خلي حدثني عن الأحاديث أنا يملي علي الأحاديث وأكتب عنه الأحاديث ولكن خلي يكتم لا يتكلم عن قضية الإمامة لا يتكلم لا يتكلم عن التشييع لا يدعوني إلى التشيع أنا لا أريد أن أصبح شيعي وجاءوا من فورهم إلى المحدث هذا الشيخ المحدث وليس أحمد معهم أحمد ما جايوا إياهم فقالوا إن أحمد عالم بغداد فإن خرج ولم يكتب عنك فلابد أن يسأله أهل بغداد لما لم تكتب عن فلان فتشهر ببغداد وتلعن وقد جئناك نطلب حاجة قال هي مقضية راحوا لذلك الشيخ الإمامي قالوا لترى أحمد بن حنب العالم بغداد صار لصيت واسع في بغداد الآن جاي رحلة إلى الكوفة يسمع من شيوخ الكوفة يسمع منهم الأحاديث إذا ما جاءك وسمع منك الأحاديث يرجع إلى بغداد يقول لها عد من رحت عد من أخذت الحديث يقول واحد اثنين اثلاثة هذا مو من بينهم يقولون ها ما أخذ منه أحمد بن حنبل لماذا؟ لأنه رافضي خبيث فيسبوك لعنوك نحن نريد أن نقوم بعمل نخلي هذا أحمد بن حنبل بأي طريقة يجيك حتى ماذا؟ تكفى هذا الشر تكفى هذا الشر فإنت تحمل شوية خلي يجي وشوية يعني اسكوت شوية كذا حدث بالأحاديث هذا الظاهر قبل على أساس أنه يركب كلاوهم على رأس أحمد بن حنبل أخيرا هم حدث هل سرح يأتي فأخذوا منه موعدا وجاءوا إلى أحمد وقالوا له قد كفيناك خلص قبل الرجل ما يتكلم في الإمامة قم معنا فقام فدخلوا على الشيخ فرحب بأحمد ورفع مجلسه قال تعالى تفضل تقرب هنا يمي وحدثه ما سأل فيه أحمد من الحديث أي شيء أحمد كان يسئل من الأحاديث يحدثه يقول له رواه لي فلان عن فلان عن فلان رسول الله مثلا صلى الله عليه وآله قال كذا وكذا فلما فرغ أحمد مسح القلم وتهيأ للقيام خلص القلم ما لمسح من الحبر وقام يريد يروح بعد فقال له الشيخ يا أبا عبد الله لي إليك حاجة عندي حاجة إليك قبل ما تروح قال له أحمد مقضية قال ليس أحب أن تخرج من عندي حتى أعلمك مذهبي أريدك لازم إلا تسمع مني مذهبي شنو هو هذا لأنه قال مقضية وسمع مننا الأحاديث لا نقلبه قال لازم بعد صار أستاذي صار شيخي وله علي حق الشيخية فلابد أني أقبل قلت لهم مقضية حاشتك فمو مشكلة فقال أحمد هاته يعني هات مذهبك خليني اسمع فقال له الشيخ إني أعتقد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وإني أقول إنه كان خيرهم وإنه كان أفضلهم وأعلمهم بعد مقضية الاثنى عشر إماما لا وين شو وين وصله وصل إلى أنه علي بن أبي طالب عليهم السلام خير الناس بعد النبي أفضل الناس بعد النبي أعلم الناس بعد النبي على الإطلاق صلى الله عليه وآله وإنه كان الإماما بعد النبي صلى الله عليه وآله يقول أبو عمر الزاهد يقول فما تم كلامه ما استتم هذا الرجل الإمامي كلامه هذا الشيخ الإمامي كلامه حتى أجابه أحمد فقال يا هذا وما عليك في هذا القول يعني شنو من يقول هذا القول أكو عليه مشكلة ما أكو عليه مشكلة وما عليك في هذا القول قد تقدمك في هذا القول أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة كانوا يحملون عقيدتك هذه جابر وأبو ذر والمقداد وسلمان فكاد الشيخ يطير فرحا بقول أحمد طاير من الفرحة أنه أحمد انتزع منه اعتراف أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان عندهم هذا الاعتقاد في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد يقول فلما خرجنا شكرنا أحمد ودعونا له لذول اللي كانوا معا وإذا تتذكرون أيها الإخوة نقلت لكم في بعض جلسات البث المباشر فيما مضى بعضا من أقوال أهل الخلاف الذين أقروا بأن بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يحملون هذه العقيدة لا يقدمون على علي أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فإذن التشيع جذوره ضاربة في العمق منذ الصدر الأول التشيع مو حالة طارئة مو شيء جديد التشيع مو جاينة من الصفوية التشيع أصحوا التشيع من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله موجود من أيام رسول الله هذه العقيدة عقيدة تفضيل علي على جميع الخلق ما خلا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أي أصحاب أولئك المؤمنون الأوفياء البررة الذين شايعوا عليا صلواته الله عليه هذا يرويه أبو عمر الزهد وهذا إقرار من إمامكم أحمد بن حنبل هسا قد يأتي مخالف يقول إحنا إمامنا أحمد بن حنبل يروح للصفويين المجوس يسمع منهم الحديث يسمع من الرافضة لا مستحيل معقول يروح لهذا الشيخ الإمامي في الكوفة يتلمد عنده لا مو معقول أقول لا معقول أنت مشكلتكم ومصيبتكم ما تعرفون عن أئمتكم شيئا أحمد بن حنبل جمع من أساتذته كان من الرافضة الأشداء هسا هذا الشيخ الرافضي هذا الشيخ الإمامي اللي بالكوفة راح سمع منه كم حديث هذا بس تكلم عن جانب الولاية ما تكلم عن البراءة هناك من تكلم عن البراءة وأحمد بن حنبل صاغرا كان يتلمذ عنده هناك من كان يطعن في عائشة وحفصة ويؤلف كتبا في ذلك وأحمد بن حنبل مع ذلك كان يتلمذ عنده ويقر بأنه ثقة ولما ينكر عليه يدافع عنه صدق له ألا لأنه بحاجة إليه وكثير من هذه الموارد أنا ذكرتها في سلسلة محاضراتي بعنوان تحرير الإنسان الشيعي أنقل لكم موردا واحدا للتذكير رجل اسمه عبد الرحمن بن صالح هذا أحد الرواة ترجم له أهل الخلاف أحد الرواة الرافضة طبعا في ذلك الزمان المزي في تهذيب الكمال ينقل عن موسى بن هارون قوله في هذا الرجل في تهذيب الكمال الجزء السابع عشر صفحة مية وسبعة وسبعين يقول في عبد الرحمن بن صالح هذا يقول ثقة هو رجل ثقة ولكن وكان يحدث بمثالب أزواج رسول الله وأصحابه هو ثقة ما يكذب ولكن كان يحدث بماذا بمثالب أزواج رسول الله كل الأزواج حاشا وكلا لا يعني عائشة وحفصة يعني مثل حالتنا واحد ثقة ولكن شنو يحدث بالمثالب يذكر مثالب عائشة وحفصة جرائم عائشة وحفصة جرائم أبي بكر وعمار مثالبهم معايبهم مخازيهم واحد رافضي بعد هاي شغلة رافضي شعنده شغلة هاي شغلة زين أبو داود أبو داود صاحب سنن أبي داود يقول كما في سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود في المجلد الثاني الصفحة 302 يقول أبو داود لم أرى أن أكتب عنه يقول أنا ما رأيت أن أحدث عن عبد الرحمن بن صالح ما أكتب عنه الحديد لماذا يقول وضع كتاب مثالب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ألف كتاب في مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله زين فإذن رجل رافضي يتحدث بصراحة عن مثالب عائشة وحفصة وأصحاب رسول الله طبعا الخائنين منهم المنافقين منهم وألف كتاب في هذا الشأن بصراحة مع ذلك أحمد بن حنبل كان على علاقة طيبة مثل السمن على عسل مع هذا الرجل وكان يتتلمذ عنده ويكتب عنه الحديث ويقرب ويدني ولا أكو أي مشكلة إمام الحنابلة المزي في تهذيب الكمال في نفس المصدر في المجلد السابع عشر صفحة مية وسبعة وسبعين يروي عن يعقوب بن يوسف المطوعي يقول في عبد الرحمن بن صالح يقول كان رافضيا يغشى أحمد بن حنبل يزور أحمد بن حنبل فيقربه ويدنيه لما كان يأتي هذا الرافضي الذي يطعن في عائشة وحفصة يطعن في أبي بكر وعمر وألف كتاب في هذا الشأن بس مع الأسف كتابة ما وصل لنا حتما إما حرقو إما ضاع من جملة تراثين الذي ضاع يألف كتاب تخيل هكذا هو رجل رافضي مع ذلك لما كان يزور أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل يقربه ويدنيه يقرب يتعاطى معاه بكل أريحية فقيل له فيه قيل له فيه يعني قالوا لعابوا عليه هذا الشيء إنه ليش أنت تقرب هذا الرافضي مع أنه هذا يطعن في أمنا عائشة هذا يطعن في أبونا أبونا أبو بكر أبونا عمر يطعن بهم ليش يتقرب فقال سبحان الله رجل أحب قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وهو ثقة يعني هذا رجل يحب أهل بيت النبي يهوى أهل بيت النبي صلوات الله عليهم هو أم يدري بين أهل بيت النبي وبين هؤلاء مشاكل فمن الطبيعي يصير عدو لأولئك عدو لمن ظلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله المهم هو ثقة لازم نحترم هذه الحادثة تكشف لنا عن ماذا أن أحمد بن حنبل نعم يمكن أن يذهب ويتتلمذ ويحدث عن الشيعة الرافضة يمكن إذا كان هكذا يتعامل مع من هو صريح في الطعن بعائشة وحفصة ويؤلف كتابا في هذا الشأن فكيف بالنسبة إلى غيره ممن يكون على هذه الشاكلة التي رواها أو ذكرها ووصفها أبو عمر الزاهد لم ينقل عنه أنه هذا الشيخ الكوفي الإمامي كان يطعن فلماذا تستبعدون أنه أحمد بن حنبل يذهب لهؤلاء وهنا سؤال آخر يتفرع على هذه الحادثة وهو إذا كان أحمد بن حنبل يقبل بأن يجالس ويدني ويقرب من يطعن صريحا في عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر ويؤلف كتابا في المثالب في مثالب هؤلاء ومخازيهم ومعايبهم فلماذا أنتم لا تستنون بسنته وتتبعون أثر إمامكم لماذا قائمين علينا أنتم تقولون نحن هم حنابلة الوهابية كلهم حنابلة مشايخ ودعاة الوهابية حنابلة حنابلة هذول أتباع أحمد بن حنبل أهل الخليج في معظمهم ماذا حنابلة حنابلة ومالكية هذا إمامكم أحمد بن حنبل يقبل يعني لو إمامكم أحمد بن حنبل يكون عايش الآن معنا في هذا الزمان تلقى يجيني هنا يزورني طبيعي يحضر احتفال عائشة مثلا عائشة في النار وكذا طبيعي ويأكل معنا ونتمالح ونتكلم بشكل طبيعي بعدين لما تنكرون عليه ليش تروح عند هذا الشيخ الرافض ليش يقول يقول هو ثقة رجل أحب أهل بيت النبي صلواته الله عليه شو نسوي له يعني وهو ثقة ما يكذب خلص هذا كافي حرية خلي يصير انسجام وتواد وتراحم ألفة وحدة وطنية وحدة إسلامية خلي يصير على هذا الشيء لازم أنا أسكت عن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة حتى أنت ترضى عني وإلا تقتلني ما يصير ماكو حل وسط ماكو حل وسط تعالوا فلنتزاور خلوا أنا أروح يمكم أنتم هم استقبلوني بكل حفاوة بطبيعة الحال اغتدان بإمامكم أحمد بن حنبل أنا شنو فرقي عن عبد الرحمن بن صالح شنو الفرق قل لي شنو فرقي عنه يقولون ثقة وكان يحدث بمثالي بأزواج رسول الله وأصحابه هذا اللي أنا دعا أسوي هو ألف كتاب أنا ألف كتاب شنو فرقي عنه زين إمامكم أحمد بن حنبل غير تستنون بسنته غير لازم تمشون على نفس طريقه لعج إمامكم على شنو إذا ما تأتمون به اتموا به هذه أخلاق إمامكم يلا صيروا أوادم استقبلوني في المدينة المنورة خلي أروح أنا من زمان ما زرت النبي صلى الله عليه وآله أروح أزور النبي صلى الله عليه وآله اعطوني مجال استقبلوني خلي أبو متعب يستقبلني بالمطار زين يستقبلني جيدان بالورود وكذا وإلى آخره ويقدم مكرمة ملكية بها المناسبة خلص صلحه سلامه وآم الحمد لله صار شيء يعني صار شيء زين زين لو مو زين زين هذه الوحدة الوطنية هذه الوحدة الإسلامية هذه الألفة والمحبة والتواد والتراحم أنا ما أريد شيء من عدكم أنا بس أريد أن لا تحرموني من كلمتي بس أريد أتكلم بحرية عندي رأي أريد أن أتكلم به حقي حقي الذي وهبه لي إياه الله عز وجل بس هذا هو هذا حق ما تقدر تصادر حرية الناس فكر الناس عقائد الناس من حق الناس أن يعبروا عن موقفهم تجاه الشخصيات من حق الناس أن يناقشوا من حق الناس أن يجادلوا بالتي هي أحسن ماكو مانع فأهل الخلاف هذا أكبر إشكال عليهم أنهم اليوم صاروا أكثر تعصبا من أئمتهم من أئمتهم يعني إذا هذه سيرة أحمد بن حنبل طبعا أحمد بن حنبل مو لله مسويها أحمد بن حنبل مسويها بسبب الظروف التي كانت تخطضي ذلك أهل الخلاف للعلم هذا يحتاج إلى بحث مفصل بس على إشارة سريعة أهل الخلاف إذا تشيل منهم الرواة الشيعة والرافضة ما يبقى عندهم شيء كثير يروون البخاري يروي عن الشيعة مسلم يروي عن الشيعة كثير 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 أصلا هذا القرآن القرآن المعروف المتداول الآن رواية حفص عن عاصم هذه رواية شيعية هذه هذه أصلا رجال الشيعة فإذا تشيل رجال الشيعة من أسنادهم وكذا ما يبقى عندهم شيء ما يبقى عندهم شيء لذلك كانوا مضطرين أن يذهبوا عند الشيعة يتتلمذون ويحدثون عنهم هذا كان شيء معمول في ذلك الزمان كانوا يكظمون غيظهم يعني يروح للعلم شيخنا المفيد كان يحضرون لجماعة من العامة كان يحضرون في مجلس درسه شيخ الطائفة الطوسي نفس الشيء الشهيد الأول محمد بن مك العاملي نفس الشيء الشهيد الثاني نفس الشيء علماءنا الأكابر كانت مجالس درسهم مفتوحة للجميع كل المذاهب كان يحضرون كل المذاهب كان يحضرون ويسمعون علماءنا أحيانا يتطرقون لأئمتهم لخلفائهم ينالون من بعض رموزهم وليخضمون غيظهم كانوا معتادين على هذه الكلمة إلى درجة أنه بعض علمائهم كابن عربي كان يوصي يقول يوصي أبناءهم يعني يوصي أتباعهم أتباع مذهبهم أنه أنت إياك إذا تروح في وسط الشيعة في وسط الرافضة تحدث بفضيلة لأبي بكر أو عمر أو عائشة لا تتكلم تمدح أبو بكر و عمر أو عائشة اسكت لأنه بس تتكلم راح يردون عليك وإذا ردوا عليك راح يسبون أولئك فأنت تتحمل الإثم القضية كانت معكوسة مو مثل زماننا الأخبار إحنا في زماننا الأخبار جماعتنا يقولون لشبابنا لما تروحوا في أوساطهم لا تحجون على أبو بكر و عمر و عائشة ترى ذاك الزمان كان العكس مع أنه الصدى كانت بيده وما كان أكون أمم المتحدة ومجلس حقوق إنسان ما كان أكو هذه التغيرات اللي صارت في العالم ذلك الزمان كان البكري هو الذي يصمت و يكتم و يسكت أمامك حتى لا تنال أنت من أبي بكر و عمر و عائشة القضية كانت معكوسة هو كان يراعي مشاعرك مو أنت تراعي مشاعرك ذاك الزمان الزمان الذهبي للشيعة الآن عكسة القضية ذاك الزمان البكري كان يتقي من الشيعي مو هذا الزمان اللي الشيعي يتقي من البكري اش قد تغيرنا احنا اش قد ذلينا أنفسنا اش قد تحملنا إلى ها هنا نتوقف و إن شاء الله تعالى يستمر الكلام في بعض ما يتعلق بشخصية المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الليالي المقبلة